الشهادات ثقة فينا مين اللي قدانا شهادات ثقة? صندوق النقد الدولي والبنك الدولي صندوق النقد الدولي قال ان الإرادات الصحية بالمليار الدولار اهو عندنا بيتوقع شايفين التوقع حاجة يعني حاجة عظيمة جدا بيقول انه كم مليار السياحات تجيب في 20 Top 8 مليار وفي سنة 23 15 مليار وسنة 24 20 مليار وسنة 25 25 مليار توقعات صندوق النقد الدولي لا اراداتنا السياحية سنة خمسة وعشرين هيبقى 25 مليار دولار دا توقعات مين توقعات صندوق النقد الدولي ارادات خنانات السويس ديقولوا ان سنة واحد وعشرين هنجيب ستة وسنة 2.2. fu dü سنة وتسعة من عشرة سنة ارتباك وعشرين سبعة وثلاثة من عشرة سنة سنة قمسة وعشرين كم今次 يعني طبق لصندوق النقد الدولي قطاعين دا سويس رسالة والسياحة هيجيبوا 25 وعشرين وسبعة اتنين وثلاثين مليار دولار ده توقعات مين توقعات صندوق النقد الدولي لمصر اهو بيقوله تحرير سعر الصرف ادى الى القضاء على ازمة نقص العملات الاجنبية وسهم في اعادة بناء احتياطات النقد الاجنبي اهو بيقول تستمر السياسات المالية والنقدية اللي تم اتباعها في دعم تعافي الاقتصاد المصري كما ان تعميق وتوسيع تلك الاصلاحات الهيكلية امر ضروري ده كلام اقتصادي بس خلاصته بقول المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة انه ان شاء الله تبقى لتوقعات صندوق النقد الدولي اللي ناس كتير بتتريق عليه بقول ان احنا من تمانية مليار عداد سياحة السنادي الى خمسة وعشرين مليار خلال التلات اربع سنين اللي جايين وقناة السويس من ستة مليار الى سبعة وستة من عشرة مليار البنك الدولي بقى بيقول ايه الاسمار الاجنبي المباشر كنسبة بالنتج المحل الاجمالي في سنة عشرين وواحد وعشرين عشرين واثنين وعشرين واحد وسبعة من عشرة في المية ده نسبة الاسمار الاجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحل الاجمالي بتاعي الناتج المحل الاجمالي بتاعي كام؟ حوالي ستة سبعة تريليون واحد وسبعة من عشرة قول اتنين في المية عشان ما نغلطش قول اتنين في المية من الناتج المحل الاجمالي ده اسمار اجنبي مباشر عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين متوقع الواحد وسبعة من عشرة تزداد إلى واحد وتسعة من عشرة من المتوقع تحسن عائدات قناة السويس اللي قلناها من شوية معاورة التجارة العالمية فضلا عن انتعاش السياحة وزيادة صدرات القائز الطبيعي المصري جنب إلى جنب مع زيادة تدفقات الاسمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية ده المصدر منين؟ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيقول أنه الصورة يا جماعة في مصر خلال السنين اللي جاية مبهجة مبهرة مشجعة وإيجابية والناس لابد أن تتفائل حتى الجماعة اللي عاملين الإنفو من المركز الإعلامي عاملينه بشكل حتى الألوان لها دلالة أنا مفسور جدا والله من هذا الطرح من 8 عائدات سياحة تبقى 25 قناة السويس تزيد الدسمارة تزيد غيره يا أبراهيم طيب شهرات سيقة تاني برضو أنا أجبتلكه البنك الدولي وسندنا الدولي طيب تعالي نشوفوا بقى الإيكونوميست قالت إيه اللي هو زي إيكونوميست ده الوكالة المتخصصة قاله إجمال الاحتياطات الدولية بالمليار دولار إحنا كنا في سنة سنة دي بيقولك سنة 21 هنوصل 43 مليار في البنك المركزي احتياطيات سنة 22 هنبقى 47 مليار سنة 23 هنبقى 51 مليار أنا يعني ده أنا باحترم جدا كنام الإيكونوميست في هذا الإطار لكن أنا بقول لحضراتكم أنا متوقع إن الخمسين نوصل لها السنة الجاية إن شاء الله يعني أنا متوقع الخمسين دي اللي هو بكالي هتبقى هنا خمسين أنا متوقع هذا مش بتوقع بأحلامي يعني لا أنا فيه يعني التفاعلات الاقتصادية والأسعار النفط اللي بتزيد والغاز اللي بتزيد معناها إن فيه حركة اقتصادية وحركة تجارية هتزيد السياحة وتزيد قناة سويس أكبر من هذا الكلام يعني الإيكونوميست لو جبنا كلام البنك الدولي هخلي الأرقام دي تزيد عموما يعني بس الكلام مشاجع جدا عجز الحساب الجاري كانسبة من نتج المحل الإجمالي عشرين وعشرين الحساب الجاري العجز عندي أربعة وثنو عشرة في المية وسنة تنين وعشرين هينزل يبقى تنين وثنون عشرة في المية ده على اعتبار استقرار مستويات السيولة بالعملات الأجنبية نتيجة زيارة تحوالات المصريين في الخارج اللي وصلت إلى أرقام مشاجعة جدا مؤسسة فيتش بتقول صدرات السلع والخدمات بالمليار الصدرات في واحد وعشرين هنصدر السنة دي باتنين واربعين واتنين وعشرة مليار دولار اتنين وعشرين هنوصل سبعة واربعين سنة تلاتة وعشرين هنوصل خمسين سنة اربعة وعشرين تلاتة وخمسين تخيل معي بقى لو احنا جمعنا يعني انا كنت نفسي عملها دي بس ما فيش وقت لو جمعنا التلاتة وخمسين دول اللي هم اجمالي الصدرات صدرات مصر خلال سنة اربعة وعشرين خمسة وعشرين تلاتة وخمسين مليار وعند عائدات السياحة هتوصل برضو نفس الرقم وعند قناة السويس هتوصل لحوالي سبعة تمانية لو جمحت الحاجات دي كلها هلاقي مصر يا جماعة الحلم قرب يعني انا بقول حلم ان احنا نبقى دولة محترمة اقتصاديا قرب مش بعيد والله بس نكمل نكمل في المسيرة اللي احنا فيها دي رغم الصعوبات الدولية الموجودة والاسعار ومشكلة الطاقة والغاز والبترول والسلع الغذائية اللي بتزيد رغم كل هذا الا انه فيه انفراجة يبدو في الافق من خلال هذه التقارير طبعا برضو بقى الشهادات بتقول تصنيف الاقتماني للسندات الحكومية طبعا ما شاء الله احنا بي بلس يعني الوضع بنظرة مستقبلية مستقرة وده قبل سعر الصرف كانت في 16 نظرة مستقبلية مستقرة بنظرة مستقبلية مستقرة في اكتبار الاعشرين الحمد لله كانت بي بقنا بي بلس احنا كنا بي بقنا بي بلس يعني بعد تحرير سعر الصرف اخضرت الصورة خضرة ربنا يخضر حياتنا يعني تصنيف الاقتماني للسندات الحكومية بالعملات ده المدز بتقول احنا كنا قبل سعر الصرف اغسط 16 بي 3 بقنا بي 2 يعني كل واحد عنده تصنيف معين بقالية معينة اخضرت برضو قدام حضر قبل سعر الصرف كنا بي ماينس بي بي سالب بقينة بي اخضرت برضو نفس الكلام جي بي مورجان اللي احنا السنة دي بقينة تحت الامبريلا بتاعت التقييم انضمان مصر مؤشر جي بي مورجان سنة الحكومية احنا كنا براها على مدار الفترات الماضية